في كل صيف تعاني عدة أحياء في بلدة حوارة شرق محافظة إربد من انقطاع المياه المشكلة قائمة منذ سنوات وفق أهالي البلدة الذين يطالبون الجهات المسؤولة بحل جذري تذمر وشكاوى في بلدة حوارة بمحافظة إربد بسبب شح المياه الدائمة فيها منذ عدة سنوات ما تسبب بحالة من الغضب بين أهالي البلدة المشكلة من سلطة مياه اللي يرموك ما بفتحوا المي بقوة بفتحوها بدك تظل قاعد عند الماتور أربع ساعات إذا ما قاعدت عند الماتور بفصلوا المي بنحرق الماتور بنطلع هنا ولا نحرق الماتور المي شحيحة جدا يعني أول مبارح إجت المي من الساعة عشرة للساعة 12 بالليل تعبين أربع متر وعلى الماتور يعني الضخ ضعيف جدا المعاناة من انقطاع المياه تشمل عدة أحياء في البلدة بينما لا يجد الأهالي إلا وعودا متكررة لا تجد طريقها للتنفيذ وفق قولهم هذا الشيء من فترة طويلة جدا بالراجعة المسؤولين برضو نفس الشيء بعطونا حلول جزئية ويريت أنه تكون قابلة للتنفيذ كل وعودهم السنة بدنا نغير الشبكة نهاية خط ما بعطوناش مية كثير تغيير الشبكة جاء الموضوع مش تغيير الشبكة الموضوع ما بضخه مي اللي تكفي الناس رؤيا بدورها حاولت عدة مرات متابعة القضية والحصول على رد رسمي من مدير مياه إربد إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل في الوقت الذي ما زالت مشكلة انقطاع المياه في بلدة حوارة بانتظار الحل